سيغيب اللاعب الدولي الجزائري سفر تايدر عن مباراة نيجيريا القادمة وهذا بعد تأكد غيابه عن الميدين لمدة 20 يوما بسبب تعرضه لإصابة على مستوى أوتار الركبة حسب ما أعلن عنه نديه فرونيا الإيطالي والذي أكد بأن تايدر أصيب خلال تحضيرات فريقه لمواجهة أطلنتا لتشكل هذه الإصابة ضربة مجعا لتايدر الذي عاد لمستوى مؤخرا